ينضم إلينا من بغداد محمد فاضل مراسل غد إذن محمد كيف تبدو الأوضاع في ظل هذه المساعي الأممية للمشاركة في الانتخابات وتسهيل عملية الاقتراع في العراق خلال الانتخابات القادمة وأيضا كيف تبدو ردود الفعل في أشارع العراقي تجاه هذه المحاولات نعم هي حملة توعوية أطلقتها برنامج الأمم المتحدة أطلقه في العراق ويهدف إلى توعية الناخب العراقي وحثه على الذهاب إلى صندوق الاختراع طبعا هذه الحملة ستشمل جميع محافظات العراق في بغداد تقريبا انتهت قبل قليل هذه الحملة رسمت ثمان جداريات في مواقع مختلفة من العاصمة بغداد الآن الفريق المسؤول عن تلك الرسومات ذهب إلى محافظة البصرة ومن ثم سينطلق إلى محافظة العمارة وسترسم في جميع المحافظات بواقع أربعين جدارية بما فيها أقلين كردستان هذه الحملة جاءت بعد أن شعرت الأمم المتحدة وأيضا اليونامي شعرت بأن هناك قلق واضح من عدم المشاركة في الانتخابات وأن هناك ربما حالة من العزوف ستحدث في العاشر من أكتوبر من نسبة للمواطنين عن الذهاب إلى صناديق الاختراع لذلك بدأت تحثهم من خلال هذه الجداريات التي حملت طبعا شعارات بأن صوتك هو مستقبل بلدك إضافة إلى شعارات أخرى فرعية إضافة إلى ذلك المواطن العراقي التقينا ببعض المواطنين سألناهم عن هذا الوسم أو عن هذه الجداريات يقولون بأن الشعارات جميلة لكن هناك تبدو حالة من عدم الرغبة إلى الذهاب لصناديق الاختراع هم يقولون بأن شعارات جميلة لكن الواقع يختلف وبالتالي تتباين الأراء بين من يريد أن يذهب إلى الانتخابات وبين من يقول بأن المقاطعة هي الحل الأفضل بكل الأحوال هذه الجداريات هي عامل وحافز من قبل الأمم المتحدة التي تشعر بالمسؤولية في مسألة صحيح المسار الديمقراطي في العراق وأنها هي المسؤولة عن هذا الأمر إضافة إلى القلق التي تشعر به الممتحدة من انتشار السلاح أو ضغط السلاح على المواطن والمال السياسي الذي ربما سيستخدم في الانتخابات المقبلة أشكرك شكرا جزيلا محمد فاضل مرسل غد كنت معنا من بغداد